السلام عليكم إذا هيكم وأخباركم إيه أتمنى تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال فيديو جديد النهاردة وفيديو النهاردة كده لأكتر من سيدة ماليزية روتين كل واحدة فيهم حياتها الأسرية ممكن كمان نشوف مع بعض كده أفكار حلوة لهم تجمعاتهم كل دي طبعا مجرد حاجات حلوة بنشوفها مع بعض وأحداث كمان بتبقى كويسة جدا تعالوا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة بالصلاة عن نبي تحت في الكومنتات ولايقاتكم الحلوة اللي انتوا أكيد دايما بتفرحوني بيها وبشكر كل الناس اللي بتتبعني من كل مكان وبقرأ كلكم منتاتكم الجميلة وقد إيه بكو سعيدة جدا بيها وطبعا وصده كله يلا بينا ننظم ونرتب مع كل سيدة في دول أفكارها بقى روتيناتها وطرق كمان بقى فرش الصفرة بتاعتها وشوية الكثارات اللي ممكن تكون جديدة أفكار ممكن تكون عادية وتقليدية وفي حاجات برضو ممكن تكون مميزة بالنسبة لكل واحدة فيهم العزمات وطبعا بقى كده لمة الأسرة أو الصحاب كمان وساعات كل واحدة في دول بتكون داخلة على صحبتها وهي عاملة أكلة أو وصفة مختلفة وبيحاولوا طبعا يجمعوا كل الأكلات دي مع بعض وبيقولوا قد إيه بيبقى يوم لذيذ جدا سدقيني طبعا مجرد بتفصلي كده وبتقصري المال وبتجددي بتحيسي ساعاتها أن انت جددتي حاجات حلوة جدا عندك طبعا مش مجرد أكلة أو وصفة هما بيتجمعوا عشانها قد كمان ما بتكون بقى الأسرة كلها أو يعني صحابك موجودين معاك والتقصري الملل وحياة أقلدية وعادية بالنسبة لك تعالوا نشوف طبعا كده للمة الحلوة دي وطبعا وصده كل بقى بيكون بقى فيه زار ودحك وأحداث كمان كلهم مستنيينها وزي مقتلكم مش مجرد كده حاجة بسيطة هما بيشوفوها حتى كمان بقى معادل أهل اللي ممكن تكون موجودة بالنسبة لهم طبعا دي كلها أحداث بتبقى حلوة وصور للذكرى وبيفتكر طبعا اليوم الحلو والجميل اللي زي ده طبعا لسه مكملين مع بعض وهنشوف كمان يعتبر روتين لكل واحدة في السيدات اللي موجودة معنا النهاردة وعايز أعرف أكتر روتين فيهما يعجبكم مين وأكتر حاجة مختلفة ومميزة هتكون مين وده ترى إيه أكتر كمان فيديو حسيته إن هو شدك كده أكتر تعالوا نشوف هنا كمان مع بعض كده برضو تنظيم الصفرة واستقبال الأسرة دي معانا لشهر رمضان الكريم وكزي كان فيه تحضرات حلوة بعد كمان الفطار بيقوموا كده ويلوموا الأطباء مع بعض وكل واحد فيهم حتى البنوتة الصويرة دي عارفة دورها شوية تزبطات وروتينات عادية ممكن تكون بتشوف والدتها كانت بتعملها المهم كلهم بتعاولوا مع بعض في فكرة زي دي حتى زوجها كموجود معاهم وبيساعدهم الإبن كمان واقف في المطبخ يعني ما تقوليش بقى فرق بين ولد وبنت كلهم بيتشاركوا في حاجة لأن طبعا دي مسؤوليتهم كلهم البيت مسؤولية أفراد الأسرة كلهم مش مسؤولية الأم بس ويمكن كتير للأسف مش بيعرف نقطة زي دي تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده كل واحدة فيهم بتجاهز دلوقتي معانا لحفلة وجاهزوا كده شوية مابس تنفعهم كلهم كل واحدة فيهم كانت مخاصص لها معينة ومن الوضح كمان إن الحفلة اللي بيجاهزوا لها دي مش حفلة عادية أبدا قد إيه برضو هتشوفوها معانا دلوقتي هتبقى مميزة وكل واحدة فيهم بتحضر حاجة ممكن تكون موجودة عندها اللي بتحضر ملابس اللي بتحضر اللي بتحضر طبعا يعني زينة اللي بتحضر كمان حاجات ممكن ياخدوها معاهم حتى الأطباء والأفكار اللي زي دي ومن الوضح كات حيثي عارفة ما تكوني انت راحة ومصيف واخد معاك صحابك وكل واحدة فيكو هتجيب حاجة من عندها هم بالفعل كده بيطبقوا نفس الفكرة وطبعا نيجي نبص كمان دلوقتي كده على سيدة تانية وشاكت البيت عندها وإزاي كمان برضو ممكن تكون بتحب بقى يعني إن صحابها هيجي لها وكل واحدة فيهم طبعا ممكن تكون مشهولة في حاجات كتيرة لكن ده ما بنعش إنه هم أكيد بيجي عليهم الوقت اللي بيحالوا يتجمعوا فيه مع بعض وبنشوف أكيد برضو كل واحدة فيهم قد إيه ممكن تكون مميزة حتى لو بفكرة بسيطة أو في جزئية بسيطة وزي ما قلتلكوا أحداث كمان حلوة جدا ومسيرة بالنسبة لكل واحدة في دول طبعا بقى الفكرة كمان في حد ذاتها إن كل واحدة فيهم بتهتم بالزي الإسلامي جدا وفي نفس الوقت كمان كده الألوان بقى المبهجة الزي اللي ممكن يكون محتشم وفيه كمان أفكار كتيرة حلوة يعني تعالوا نشوف كمان كده حتى بتعود أولادها على لبس بقى طبعا إزاي وكل بلد زي ما إحنا عارفين بيكون لها زي مخصص لها حتى رجالة اللي موجودين عندها يعني زوجها وابنها لابسين برضو زي الماليزي المخصص ليهم وفي كده الحالية عملوا كده ماتشنج حلوة جدا في الألوان تعالوا مع بعض نشوف هنا كمان كده بقى لمة الصحاب وكل واحدة فيهم عاملة أكلة ووصفة عاملة زي وبتجمعوا فيها يحضروا مع بعض يجهزوا مع بعض المهم في النهاية شكل الصفرة بيكون لذيذ جدا وكل واحدة فيهم أكيد بتعمل صنف وأكل مختلف وكل الحاجات دي بتطلع معنا نتيجة فيها حب وسعادة حلوة جدا عشان كده تحس كده بروح مختلفة في البيت عندها وقد إيه كمان الشكل النهائي بيبقى لذيذ جدا تعالوا نشوف كمان بقى كده يعني اللحوم اللي موجودة الأسماك اللي موجودة بتحاول طبعا ترضي جميع الأطراف وتعمل أكتر من صنف كل واحد أكيد هياخد الصنف اللي بيفضروا زي ما كل واحدة فينا كمان بتحب التجديد والتغيير السيدة اللي موجودة معنا النهاردة بالفعل كده هتوارينا إزاي بدأت جاهز هي وزوجها لغرفة ابنها طبعا شلوة السرير القديم وحبه يجادده شوية وسجدة جديدة وكوفر جديد وكمان مرتبة جديدة وده بالفعل كده كمية التغييرات اللي كيت موجودة في الغرفة هنا طبعا كل بلد وليها برضو أزواء معينة إصطايل معين ويمكن دلوقتي كمان معظم الألوان المدرن بقت موجودة في كل مكان كل اللي انتي بتدور عليه هتسو فيه وهتلاقيه شكل كمان البيت بكل بسطته بجماله بحلوته مع كمان الأزواء البسيطة هيا دي التفاصيل اللي يمكن كل واحدة فينا بتستناها مش مجرد كده كمان تغييرات عادية ولا توضبات عادية زي ما يمكن كل واحدة فينا بتدور على الجمال وراحة نفسية طبعا وسده كله تعالوا نشوف بقى كده روح الفكاهة الموجودة بينها وبين زوجها بتقول بقى لي كثير جدا بثحيلة عليه عشان يجيب لي مروحة ومجرد ما جاب هلا بدأ يليف وراها بيها في كل مكان بيقول لها دي المروحة اللي يمكن كلنا كنا بنحلم بيها حاجة صغيرة كده في الحجم وتقدر يتليف بيها في أي مكان في المطبخ تلاقي عند ترابيس المكوى تلاقي اخديها معاك في الغرفة وتخديها معاك في أي مكان سهلة وبسيطة وصغيرة في الحجم وتقدر طبعا تتنقل معاك بمنتهى السهولة والبساطة هي دي طبعا بقى الحاجات البسيطة صدقوني اللي بقت دلوقتي مودرن وكمان في نفس الوقت بقت بتوفر عليك حياة أسرع وعملية جدا بعيدا طبعا بقى عن الأجهزة اللي ممكن يكون حجمها كبير ووفر ومش عارفتش ليها من مكان للتاني لكن حاجات صغيرة زي دي بتوفر عليك كل التفاصيل دي تعالوا نشوف كمان دلوقتي تحضير السفرة ممكن بقى لو انت عندك عزومة أو غير وبتحضري شكل سفرة يكون مختلف شوية تعالوا نشوف كمان دلوقتي هنا شوية أفكار مع بعض الاختلاف زي ما هو مطلوب زي كمان ما بينقلك لمكان تاني خالص شكل البيت بديقراته بأفكاره حتى بشكل الأطباء بزينة بتاعته كل الحاجات والسطيل اللي زي ده هو اللي بيميزك ويخليك مختلفة جدا ازاي تكون يقد المسئولية وشكل البيت عندك يكون مختلف تعالوا مع بعض نشوف الأفكار دي وشكل البيت بكل تفاصيله وأفكاره قد ايه شكله حلو ومميز وحتى كمان بتقدر توفق وتنصق بين شوية الديقرات اللي حطاهم عندها على الصفرة طبعا ممكن تكون تتفق معاها في الزوء بتاعها ممكن تختلفي ممكن تكوني شايفة فيه ديقرات أحسن وأفخم من كده دي كلها طبعا بتبقى حرية شخصية لكن احنا هنا يا دوب بنعرض الفكرة مع بعض وتعالوا كمان دلوقتي طبعا مع بعض كده نشوف مشترياتها والأردل اللي ممكن تكون طلباء طبعا كل واحدة فينا ما بتبطلش أبدا تحتاج بقى أي حاجة تخص المنبخ من حيث طبعا بقى الممكن الحلل التصاط ممكن كمان برضو منظمات زي اللي قدامنا دي فوزة جديدة نجفة جديدة المهم بتحاولي دايما جديدي وتغيري في شكل البيت عندك حتى كمان لو بتكلفة صغيرة وكلنا دايما طبعا بنتمح كده للتجديد والتغيير اللي دايما بنكسر به الملل تعالوا كمان دلوقتي هنا مع بعض ندخل على سيدة جديدة وروتين جديد موجودة عندها وشكل وسطيل البيت اللي ممكن يقوم مبهج جدا على الرجم طبعا إن المطبخ ما شاء الله طويل وممكن يبدو إن هو صغير لكن صدقوني منظم أبي وكل أفكاره حلوة وشكل البيت بالهدوء اللي موجود فيه باللون الأبيض بالتناسك اللي موجود في كل جزئية فيه مع نظامها وترتبها أكيد برضو هيفرق جدا نهاية المطبخ كده هتشوفوها دلوقتي وهي منظمة ومرتبة يمكن التفاصيل اللي كلنا أكيد بنعملها في يومنا بتصحي من نوم على ما تجهز الغداء بيبقى حواليك شوية كركبة لكن أكيد طبعا أنا بتخلصي الوقت ده كله بتحسي كده بالروحة النفسية اللي يمكن كل ليلة بنستناها ترجمة نانسي قنقر تعالوا كمان دلوقتي هنا مع بعض ندخل على السيدة التانية في دول ونشوف كمان كده روتينها من حيث التنظيم والترتيب والتجديد اللي ممكن تحمله في البيت طبعا مساحة البيت مش هننكر برضو إن هي أكيد بتساعدك في الكلام ده كله لكن برضو في نفس الوقت حاجات كتيرة كل واحدة فينا بتتمنها سوى طبعا عندك برضو أخطاء شفتيها قبل كده وحبيتي تجغيريها تجدديها ده ما يمنعش كمان إن انت دايما بتدوري على الحاجة اللي ممكن تكون مريحة بالنسبالك ويا برضو بتقول من أكتر الحاجات اللي كانت مريحة اختيار هذه الكراسة اللي بالشكل ده شكلها عاملي وكيوت وصغيرة وفي نفس الوقت كمان ما تاخدش معاك مساحة في البيت ويوم تفكر إن ان انت تجددي وتجيبي حاجة جديدة لازم انت تعملي حساب بالتفاصيل اللي زي دي تبقى الحاجة صغيرة وفي نفس الوقت مريحة مش شرط ان تبقى الحاجة كبيرة جدا وأخد كل المساحة عندك في البيت هيا دي طبعا الحاجات اللي بتساعدك تقصالي لكل اللي انت عايزة وبتحالك طبعا يعني الراحة عندك في البيت وبتوريكي كمان الفرق بين سنة عدت على استخدامها للمنتج اللي زي ده وكان قد ايه عملي معاها ومريح جدا وحبت كمان تختار نوع القماش اللي بالتفاصيل اللي زي دي من كل قلبي ان فيديو النهاردة يكون عجبكم بكل افكاره ولو عجبكم الفيديو هستنى اكيد لايكاتكم الحلوة وحمسكم واشتراكم معي عشان ابهركم بكل جديد وشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر